وعليكم ورحمة الله وبركاته احنا سادس خلصنا الحمد لله رب العالمين وحدة اللي هي القياس واخدناها الحمد لله كاملة وبدنا الان نتذكر شو اخدنا فيها يا سادس ونحكي لي شو اخدنا فيها ممتازين ايوه اول اشي اخدنا محيط المضلة نعم واش كمان ايوه مساحت متوازن اضلاع وكمان اخدنا مساحت شبن منحرف ورجعنا اخدنا اللي هي المجسمات اللي هي متوازن المستطيلات والمكعب اخدنا حجم متوازن المستطيلات وكمان اخدنا حجم المكعب ورجعنا كمان مرة تانية اخدنا مساحة متوازن المستطيلات الجانبية والكلية وكمان اخدنا مساحة اللي هو المكعب اللي هي الجانبية والكلية ورشعنا كمان شو أخذنا كمان ها يا سادس أخذنا تقدير قياس الزاوية قصنا الزاوية وقبل ما نقول كيف نقدر الزاوية حكينا أنواع الزاوية شو أنواع الزاوية ها يا سادس أيوة ممتاز قائمة حادة ومنفرجة ومستقيمة وقدرناها بالنظر الحادة قنا تقريبا فيها كده ونفس الوقت تأكدنا بالقياس بالمنقلة واخذنا تقدير بساحات المطلعات غير منتظمة اللي هي بس عدينا كم وحدة مربعة وحكينا هاي درس للتسلية فقط والآن آخر شي أخذنا اللي هو الحجوم أو قياس الحجم قياس الحجم أخذنا من الحجوم اللي هو اللتر وأخذنا الملي لتر وقلنا ماذا يساوي اللتر ماذا يساوي من الملي لتر حكينا اللتر يساوي ألف يساوي ألف ملي لتر نعم ألف ملي لتر وبعدين رجعنا حكينا أش أش مهم جدا يا سادس حكينا إنه اللتر ممكن نستبدله نستبدله بوحدة معروفة عنا اللي هي ديسيمتر ولكن ولكن تكعيب ليس ديسيمتر لحالها اللي هي ديسيمتر تعتبر طول من غير ديسيمتر تكعيب تعتبر طول ولكن ديسيمتر مربع تعتبر مساحة وديسيمتر تكعيب تعتبر حجم فأنا عندي الحجم ديسيمتر مكعب يساوي اللي هو اللتر نفس اللتر هو ديسيمتر مكعب لما أشوف ديسيمتر مكعب أقول هو نفسه هو اللتر ونفس الحكي الملي شو بيساوي من هاي الوحدات يساوي سنتيمتر ولكن سنتيمتر إش مكعب سنتيمتر ايش يا سادس مكعب او تكعيب لانه حجم ونفس الحكي الدسيمتر تكعيب هو نفسه لتر تكعيب والسنتيمتر تكعيب هو نفسه الملي وهو يساوي الدسيمتر تكعيب يساوي 1000 سنتيمتر تكعيب طبعا احنا خدنا الحمد لله كل اللي حلناها طبعا كل درس حلينا عليه اسئلته واليوم ان شاء الله مع بعض عشان نراجع الوحدة كاملة ونتذكرها مع بعض هناخد حل سؤال من هاي المراجعة اللي هي اليوم علينا مراجعة لهاي الوحدة من حل الاسئلة هنفتح مع بعض كتابنا نفتح يا سادس مع بعض الكتاب على صفحة رقم 83 صفحة يا سادس 83 ناخد السؤال الثاني ناخد السؤال الثاني نقول لي السؤال الثاني نمس ضعي العدد المناسب في اللي هو المربع الفارغ اللي تحصل على عبارة صحيحة الان بدي ااخد اول شي هنكتب الف ناخد الكتاب اللي هي طبعا الكتاب معاك يا نس وفاتحه على هاي الصفحة انتبه معاي طبعا اول ما شوفي هاي الاطوال اعملي الدرج لانه كل الحل على الدرج وعنا عرفنا كل الحل هو الدرج نعم الدرج بالشكل هذا انا طبعا مش حدقه بالكيلومتر لانه عندي اليوم الكيلومتر ما مستبعد شوي عندي بهاي الدرس فانا عندي المتر والديس هاي متر والصانتي متر والمليلة وقلت لك اهم شي في هذا الدرج هو الترتيب اهم شي هو الايش الترتيب يهمس لانه بين كل وحدة والاخرى عشرة بين كل وحدة والاخرى عشرة حكينا يا مس اذا كنت نازله يعني من متل الى داسي ولا من داسي الى سانتي ولا من سانتي الى ملي الى ملي طوب وذلك انت طالعة يا مس طالعة من ملي الى سانتي او سانتي الى داسي او داسي الى م � yahash الى م bunny ال ganze bump اللي years عملية really القسمة فحكيت لك الحل هو الدرج الاسفة هو كل حلك الدرج هو كل حلك تعالي يا مس الأول اللي كتبته ألف اللي هو ستمائة سانتي بدي إياها تتحول إلى متر متر مش ملي الملي مين مين دير بالك دير بالك يا سادس انتبه علي متر وليس ملي الآن أنا بعتبر العدد مش موجود انسيه باجي باخد الوحدة سانتي بدي أحولها إلى متر الوحدة سانتي بدي أحولها إلى متر أنا طالعة ولا نازل يا سادس آه ممتزين إحنا طالعين يا سادس طالعين يعني شو يا سادس طالعين قسمة ولا ضرب نعم قسمة أنا من سانتيامس إلى متر معناته أنا طالعة اللي هي قسمة طيب المتر والسانتيامس سانتي والمتر بينهم إيش حتي أنا دائماً بقولك حتي إيدك بالشكل هذا بينهم عشرة عشرة في طلاب بيحكول يا سادس عشرين صح كلامهم؟ لا أنا ما بديك أنا ما بجمع الواحد والواحد أنا بجمع كم صفر عندي أنا عندي صفران يعني مئة وليس عشرون يعني أنا عندي من السانتي للمتر ما عندي عشرون عندي صفران يعني مئة وليس عشرون فآخر شي بحط العدد اللي عندي اللي هو ستمائة طيب يا سادس في القسمة شو أعمل بالأصفار؟ نعم نشطه بالأصفار ممتزين رائع نشطه بالأصفار أنا هون شطبت الأصفار طلعت ستة فقط لازم أحطه هون وحكيت لك يا سادس لأنه أنا لا يمكن أعتمد أنك حاطت الجواب بالمربع من غير ما تحط اللي شو عملت إنتا واضح؟ فأنا لازم أعرف أنت شو عملت من وين جبت الجواب اللي حطيته في هذا المربع؟ نجي على باق نحكي على باق أني أنا عندي 80 سانتي يساوي 8 أسفة أسفة يساوي أسفة ديسي متر أسفة يساوي فراغ ديسي متر أسفة أمس دعنا نحكي يا ميس أنه أنا عندي اعتبري العدد نعيد مرة ثانية أنا أعتبر العدد مش موجود شو أعتبر يا ميس؟ أنا أعتبر العدد مش موجود بقول صانتي لديسي صانتي لديسي لش نازلي ولا طالعة يا سادس؟ نعم طلعين قسمة رائع نعم نعم رائعين قسمة طيب ميس عندي صانتي وديسي أرجعي تانية مرة حطي إيدك صانتي وديسي بينهم ايش بس بينهم ايش ميس طلع علي شو بينهم بس عشرة بس يامس عشرة بس عشرة بس هايهم صانتي وديسي حطي إيدك مرة ثانية ويقولي بينهم عشرة اللي هي ثمانين أحط العدد اللي أنا عندي اللي موجود عندي وحكينا مرة ثانية إيش بعمل؟ إني أنا أحدف الأصفار في القسمة أنا شو بعمل يا ميس؟ بحدف الأصفار في القسمة تطلع عندي ثمانية ثمانية فقط كمان نكمل ميس نكمل نكمل على جيم أنا بدي أعطيكي كذا إشي عشان إذا كان في فاصلة كمان تنتبهي لها شو تعملي في الفاصلة أو إذا كان حتى الشواب طلع معاك فاصلة شو تعملي فيه هنكمل هنكمل السؤال كامل على أساس إنه ناخد كل الأشياء اللي مختلفة بنسب إلي نعم سنتيمتر مربع نحكي مع بعض نحكي مع بعض مثل هذا شو تربيع اتركيه انتي امشي زي ما كنا ماشي من الأول انتي انسي العدد اللي موجود عندك وكولي أنا عندي دياسي متر وانسي ya تربيع انسي وأقولي أنا عندي دياسي متر وعندي سانتي أنا من الداسي للسانتي من الداسي للسانتي شو يا م blat شو سادس نعم نزلي م meny مش يعني يا مم عملية الضرب نعم يم عملية الضرب من دياسي للسانتي شو بينهم يا مص عشرة نعم عشرة مص عشرة لكن مص قبل ما أبدأ أحط العدد أنا عندي تربيع تربيع شو أعمل لا أخليها عشرة زي ما هي لا حكيت لك إذا لقيت على الوحدة اللي أنت عندك تربيع إذا عندك عشرة حتصير مئة ليش الصفر حيصير صفرين طيب إذا عندك مئة بصيره أربع أصفار المئة بتحطيها كمان صفرين وإذا كان عندك ثلاث أصفار بصيره ست أصفار واضح رمس أعيد مرة تانية أنا بضاعف الأصفار شو بعمل وضاعف الأصفار عندي صفر بصيره صفرين عندي صفرين بصيره أربعة عندي ثلاثة بصيره ستة واضح مص؟ نعم فأنا عندي صاروا صفران ليش العشرة ضعفتها لأنه فيه تربيع لأنه فيه تربيع وأنا بحط العدد كما هو مطينية شو أعمل بالفاصلة هاي شو بس الفاصلة هاي شو أعمل فيها شو مشكلتها مشكلتها أني أنا بدي أتخلص من هاي الفاصلة طيب في الرياضيات تتخلص من الفاصلة على كيفك؟ أه لا بتخلص من الفاصلة بصفر هون بتخلص من الفاصلة وبحدف سفر بتخلص من الفاصلة واحدف سفر شو بعمل يامس؟ بتخلص من الفاصلة واحدف سفر معناته أنا العدد صار عندي مائتان وثلاثة وخمسون صار العدد إيش عندي يامس مائتان وثلاثة وخمسون فاصلة راحة لكن شو ضايل يامس عندي الصفر ننزل إلى يمين العدد الصفر بينزل إلى يمين العدد معناته عندي ألفان و ألفان وخمسمائة وثلاثون ألفان وخمسمائة وثلاثون خليكي معاي شوي ناخد كمان يعني انا بدي اعطيكي كده شغلي عشان كل شي يكون واضح اليك نعم انا عندي 4000 سنتيمتر هكعيب بدي اياها شو بتساوي بالنسبة للتر بدينا على اللتر اول شي يا مس بتحكيلي مس انت شو هذا اللي عملتي لي اياه شو هاد انا شو اعمل انت شو دخل الصنتيمتر باللتر وانا حكيتلك من اول ما بديت اراجعلك في الوحدة ولتلك ان اللتر هو دي سيمتر تكعيب والملي ممكن استبدله بصنتيمتر تكعيب او اذا عندي صنتيمتر تكعيب ممكن استبدله بملي فانا لقيت عندي لتر وشو ما فيش صلة بيني وبين الصنتيمتر هيا السيمتر. فانا بقول لي اياه لساتي متر تكعيب هي نفسا يا مس اللي حكيتلي عنها المس اللي هي ملي. على طول انا بحط هون بده السائتي متر تكعيب ملي. بحط فوقها على طول ملي. واضح مس انا عنديwie على طول اذا في لكني ملي ونتي بحط سامتي او دسي باردا جاعة مرة بابد او دسيمتر تكعيب هي اللتر والسانتي متر تكعيب هي ال OnSami متر هي الم واضح يا مس السبيات واضح سادس واضح فأنا يامس عندي اهم اشي كمان ارجع اقول بدنا ناخد اللتر والمليلتر معنات انا بدي اعملوا درج مافيش عندي غير اللتر وعندي المليلتر بين المليلتر والليتر بس الف طيب وانتي طالعة يامس وانتي نازل يامس طيب شو تعملي ضرب نفس الحكي اللي انا اخدته فوق يامس نعيد مرة تانية انا عندبي سنتيمتر تكعيد وعندي لتر مافيش بينهم اي علاقة لا سنتيمتر ولا لتر بس انا بعرف انه يلمس قالتلي انه هاي اللي هو السنتيمتر تكعبية ملي ودسيمتر تكعبية لتر كل ما اشوف دسيمتر تكعبية اقولها هاي اللتر وكل ما اشوف سنتيمتر تكعبية اقولها ملي على طول بحط فوق فصارت بطلت اقول سنتيمتر تكعب صارت اقوله ملي لتر ملي لتر بدي تتحول الى لتر بدي تتحول الى لتر واضح ميس واضح فانا من الملي للتر طالع او لنازل يا سادس طالع يعني شو يا سادس قسمة نعم قسمة طيب بين اللتر والملي لتر تثابت ما بتغير الهو الالف بين اللتر والملي لتر ثابت لا يتغير الهو الالف وارجع احط العدد اللي عندي كما هو اللي هو الاربع الالف وحكينا بالقسمة ايش اعمل بالاصفار اني احدف الاصفار واحد اثنان ثلاث وهون واحد اثنان ثلاث وتأكد اني حدفت ثلاث من هون ثلاث من هون اللي هي تعطيني الرقم اربعة فقط نيجي على نيجي على اللي هو ها نعم ها نبدأ يا ميس نقول خمسة ديسيمتر تكعيب تساوي فراغ ميلي انا باعطيكي فيها ديسي وميلي او سانتي وليتر ولازم انت تغيريهم على طول لازم انت شو تعمل فيهم تغيريهم على طول خليكي معاي شوي صغيرة يامسة عشان نتبه اللي انا عندي على طول سانتي ديسيمتر مكعب اللي هي عبارة عن ايش حكينا يامس اللي هي اللتر على طول بقوله لتر يامس شو بقوله يامس بقوله على طول لتر وبحط فوقها لتر عشان ما انسى عشان انسى الان الديسيمتر تكعيب انتهت صارت اللتر بدالها اللتر اللي هو بدي احول من اللتر الى ميلي انا باجع الدرج من اللتر الى ميلي نازلة نعم هيا سادس نزلين اونا طلعين نعم نزلين يعني ايش يامس يعني ضرب بازلين يعني ضرب يعني اضرب في بين اللتر والميلي الف ثابت لا يتغير الف فانا عندي خمسة في الف تعطيني الخمسة كما هي والاصفار تنزل الى يمين العدد والاصفار تنزل الى يمين العدد نيجي ناخد اخر فقرة في هذا السؤال وهي الواب نعم ناخد اخر فقرة في هذا السؤال عشرين ميلي تساوي انا تقريبا اعطيتك كل شي ممكن يكون مختلف بي سيمتر تكعيب الان يامس تعالي معايا ونجعله نحكي مع بعض ان انا عندي ميلي وعندي داسي وقلت لك انا بدي اخليه يا ميلي لتر او داسي داسي او صانتي صانتي بيكونوا زي بعض دائما انا بحب يكونوا زي بعض الداسي متر تكعيب هي عبارة عن ايش قلنا؟ هاي سادس ايوا اللي هي لتر اللي هي لتر داسي متر تكعيب اللي هي لتر فمعناته خلاص عندي ميلي وعندي لتر انتهت الداسي متر تكعيب واضح؟ فانا عندي من ميلي الى لتر فانا طالعه ولا نازله؟ ها نعم طالعين يعني ايش طالعين يا ميس؟ يعني تقسيم نعم تقسيم تقسيم وبين الميلي واللتر اللتر يساوي الف ميلي وعندي عشرون طيب يا ميس؟ خلينا مع بعض هون اللي اشي صعب علينا؟ لا مش صعب انا عندي بس صفر واحد حيروح مع صفر واحد بضل 2 على تقسيم 100 او 2 على 100 2 على 100 يعني 2 من 100 انا بقول 2 على 100 او بحكيها 2 من 100 بحولها الى كسر 10 نعم 2 على 100 كسر عادي بحولها الى كسر 10 بقولو هنا بقى باللفظ اثنان من مئة ما فيش اي عدد صحيح هنا اثنان من مئة اثنان هاينا حطيتها والفاصلة طبعا بعد رقمين هاي واحد اثنان بصير اثنان من مئة معلاته انا يا ميس راح صفر واحد من الالف طبع الالف راح صفر واحد صار مئة صار اثنان على مئة يعني اثنان من مئة وهاي ممكن تجي كل الاشياء اللي ممكن انت تجيكي اللي ممكن تجيكي هاي في اي مكان في اي الشي حتى من غير امتحان في اي سنة من السنوات يعني انا اعطيتك تقريبا كل اشي ممكن يجيكي لكن انا معاك بنا مع بعض انحل الواجب وان شاء الله نشوفه حسب ما ننصق مع بعض الواجب حيكون يامس صفحة ثلاثة وثمنون بدكون السؤال رقم ثلاث والسؤال رقم اربعة يعني لما تحلي سؤال ثلاثة واربعة ما حلينا سؤال اثنين احنا احنا بنكون هيك رجعين كل الوحدة كاملة وكل شي ممكن يجيب هاي الوحدة تقريبا اختصارنا كل هاي الوحدة هدول اسئلة مش انه يعني انه انا اذا تيجي هاي الاسئلة لا بهاي الاسئلة هاي نفسها بس العدد مش مش ما حنحفظها احنا والله يبا فوق